بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحباء الكرام طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي معكم مستر حامل البيومي برحب بيقوا يا ولاد في أول حلقات منهج علوم الصف الرابع بعد منزل المنهج رسميا الحمد لله والمفهوم الأول اللي اسمه التكيف والبقاء تعالوا في البداية نتكلم على حقائق عمية تمت دراستها سابقا هناك بعض العوامل يا ولاد اللي بتؤثر على بقاء وحياة الكائنات الحية وتهدد مسيرتها زي ايه؟ ارتفاع درجة الحرارة الدينية حر جدا انخفاض درجة الحرارة الدينية برد جدا يبقى دا العامل الأولاني اللي بيهدد حياة الكائنات الحية وخاصة الحيوانات ايه كمان نضرة الماء يعني قلتها او كثرة الماء بغزارة اللي اتنين ممكن يعملوا مشكلة للكائنات الحية النقطة التالتة اللي تلأكل وتوافره او المأوى المسكن او كلاهما يبقى عندنا تلت عوامل بيؤثر على بقاء وحياة الكائنات الحية يلا نقولهم مع بعض ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة نضرة الماء او كثرة الماء عدم توافر الغذاء او المأوى او كلاهما لذلك كان من الضروري ان تتكيف الكائنات الحية للبقاء واستمرار يعني ايه تتكيف يعني ربنا سبحانه وتعالى يميزها بعناصر وصفات وخصائص علشان تقدر تتعايش مع البيئة تعالى ناخد بعض الخصائص اللي سعدت الكائنات الحية على التكيف والتعايش بمرور الزمن عندنا ثلاث امثلة سعلة بالصحراء وادي صورته اهو ماله ازنان طويلتان يجي سؤال علل للازنان طويلتان في ثعلة بالصحراء للتخلص من الحرارة الزائدة لانه بيعيش في الصحراء وحرارة الشمس الشديدة طب المثال التاني الجمل جلده بيغطى بوبر الوبر كثيف الوبر كثيف لحمايته من الحر وكمان من البرودة الشديدة طب النباتات بتاعة الصحراء زي النخيل ملها بها اشواك لعدم فقد الماء الزائد علشان تحفظ على مية النبات في حر الصحراء الشديدة دلتلت امثلة تعالوا نروح لمين لدراسة الخفافيش وعنوان جديد باسم التواصل بين الخفافيش ايه الخفافيش نعتقد انها كائنات مخيفة ولكن في الحقيقة هي كائنات ليست مخيفة ولكن كائنات مهمة جدا يجي واحد يقول مهمة المين يا مستر حامد اقول له الخفافيش مهمة للكائنات الاخرى ومهمة للانسان ولها ضر فعال في النظام البيئي طب الديني صفات الخفافيش الخفافيش لما بتنام بتنام في وضع مقلوب وبيكون راسها لأسفل زي الصورة التي أمامنا طب الخفافيش بتقدر تطير أيوة عندها أجنحة لا عندها تركيب في جسمها يشبه الأجنحة اسمه تركيب جسدي يسمح لها بالطيران مثل الطيور طب الخفافيش لما بتتغزة 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 على إيه؟ على الحشرات وعلى البعوض اللي هو النموس طب يطر الخفافيش معروف جداً إنها بتحب الليل ونشطها بيزيد في الليل علشان كده يقول عليها حيوانات ليلية يزدد نشطها ليلاً برغم سبحانك يا رب عدم الرؤية الجيدة ليلاً أمال بتقدر تشوفه اتحدد ازاي؟ بتعتمد يا ولاد على خاصية معروفة جداً اسمها تحديد الموقع عن طريق الصدى صدى الصوت طب ازاي؟ عايزين نشرحها وينفصرها وينفصلها عاملك عنوان كيفية تحديد الموقع عن طريق الصدى فين الخفاش؟ قادي صورة الخفاشة بيعمل ايه؟ بيرسل موجات صوتية من عنده تقوم الموجات الصوتية اللي بيطلقها أثناء الطيران تصطدم يا إما بالسطح اللي أصاده يا إما بالفريسة اللي عايزها تصطدم بالفريسة أو بأي سطح مقابل يقوم الموجات الصوتية لما تصطدم يحصل لها ارتداد زي القرى لما تصد في الحطى وترد تاني فيتقوم راجعاله موجات صوتية مرتدة إلى الخفاش نفسه يقوم الخفاش يعمل ايه؟ يستقبل الموجات الصوتية المرتدة مرة أخرى وبالتالي نقدر يحدد مكان الفريسة يقدر يحدد مكان الفريسة يا أولاد تعالى نتكلم على التغذية في الخفافيش بتتغذى على ايه؟ على الحشرات طب عايز أمثلة للحشرات اللي بتتغذى عليها البعوض والنحل والخنافس والدبابير جامع دبور والذباب والصرصير طب يا ترى يا مستر حامد الخفافيش دي مهمة؟ مهمة جداً ليه؟ أول ميزة بتعتبر وسيلة لمكافحة الحشرات طب نمرة اتنين الخفافيش يقدر يقوم بالدور اللي بيقوم بالنحل ازاي؟ يساعد النباتات والأزهار لأن له دور فعال زي النحل وزي الفرشات بيعمل ايه مستر؟ ينقل حبوب اللقاح من زهر الزهرة وبالتالي يساعد على الإنبات وعلى الأزهار وعلى التكاثر تعالوا بقى ناخد نشاط واحد التكيف والبقاء هندرس ايه في النشاط ده يا أولاد؟ قدرة الحيوان على التكيف في البيئة طب مين المثال اللي هندرسه؟ صورة قدامنا أهي؟ لمين؟ لسحلية جمعها سحالي الصحراء لأنها بتعيش في الصحراء يبقى الصورة اللي قدامنا نموذج لسحالي الصحراء سحالي الصحراء دي؟ سبحانك يا ربي بتقدر أنها تحافظ على برودة جسدها برودة وهي في الصحراء أيوة تقي نفسها من حر الصحراء ليه بتعمل ايه؟ بتلجأ إلى الجوحور الرطبة وتلجأ إلى أماكن الظل طب يا ترى الصحراء عندها مشكلات؟ ده عندها مشكلات قاسية زي مين؟ أول مشكلة في الصحراء يا أولاد الحرارة الشديدة وكمان الجفاف لندرة الماء والثالثة ندرة وقلة الماء ندرة وقلة الماء تعالوا نروح للشريحة اللي بعدها كيف تتكيف بعض حيوانات الصحراء مع طبيعة البيئة القصية؟ ربنا وهبها ايه؟ وميزها ايه؟ تعالوا ناخد مثال مثال الكلاب والثالب بتقوم بطريقة اسمها اللهثة يعني ايه اللهث؟ تطلع لسانها زي ما بنشوف الكلاب ويعود كده يلهث ويطلع صوت نهجان طب ده أصد؟ آه أصد علشان يحافظ على برودة الجسم يبقى دي ميزة ربانية للكلاب والثالب طب القوارد زي الفئران وكمان الزواحف عندها ميزة إنها بتقدر تختبئ فين؟ في الجحور والمال لحماية نفسها طب الجمل بيعمل ايه؟ بيخزن الفائد من الغذاء على هيئة دهون في الجزء اللي اسمه سينام البارز العلوي في ظهره ويقدر يستفيد بيها عند نقص الغذاء طب حيوانات الصحراء عندها ميزة تغير لنجلدها علشان للهروب وتخف من الأعداء المفترسين يبقى أنا جبت لك أربعة أمثلة الكلاب والسعالب القوارد والزواحف والجمال وحيوانات الصحراء وربنا ميزها بوسائل تكيف مع طبيعة البيئة الصحراوية القاسية تعالوا ناخد بقى دراسة المين للحيوانات الصحراوية زي ثعلب الفنك الصحراوي طب في الصحراوية زي ثعلب الفنك الصحراوي طب فين صرته هادي صرته اسمه ايه سعلب فنك اه صحراوي لقينه بيعيش في الصحرا طب ايه الميزة بص للأذن بيته ان شاء الله صيوان كلمة جديدة فتحته تجوى في الأذن بتاعته بيرا طب دي بتفيده في ايه تجعل له حاسة سمع قوية يبقى المثال سعلب الفنك الصحراوي صيواني الأذن كبير بيديره ميزة ان يخلي حاسة السمع قوية لانه بيجذب الأصوات بسهولة صيواني الأذن كبير ليه لانه بيقدر يساعده على تنظيم درجة حرارة الجسم يبقى الصيوان لومستين يجعل حاسة السمع قوية وينظم درجة حرارة الجسم طب ايه من المميزات عندي ثعلة بالفنك لونه أصفر مثل لون الرمال اهو زي ما انتوا شايفين صورته طب دي بتساعده في ايه الهروب والتخفي من الحيوانات المفترسة طب بالنسبة الشرب للماء سبحان الله بيشرب الماء بكميات قليلة ليه لانه بياخد المية اللي محتاجها من الفرائس اللي بيتغزى عليها نجي المين لحيوان صحراوي مفيد الجمل واللي بيطلق عليه اسم سفينة الصحراء لانه عنده القضى على تحمل الجوع والعطش وكمان الصبر لفترات طويلة طب ايه الصفات اللي عندي الجمل الخف بتاع القدم بتاع الجمل ماله عريض وسميك ومفلطح ليه علشان الاقتعه لا تغوص في رمال الصحراء ودي ممكن تجيلنا في سؤال علل بيبقى ليه الخف عريض وسميك ومفلطح حتى لا تغوص اقدامه في رمال الصحراء طب ميزة كمان انه بيقدر يخزن الفائد من الغذاء على هيئة الدهون في السنام فين السنام الجزء البارز في ظهر الجمل وقلنا صيوان اذن الجمل فين هي اهي مالها لقى المرد صغيرة مختلفة عن سعلة بالفنك ولكن مغطى بشعر كثيف ليه لو جالي سؤال علل يا شطار لمنع دخول الرمال لأذنيه وخصوصا انه بيعيش في الصحراء المغطى بالرمال تعالوا مع بعض المين للنخل وده اخر مثال لمين لدراسة النباتات الصحراوية النخل ياولاد من اهم النباتات الصحراوية اللي بتقدر تتحمل الظروف القاسية طب ايه بقى المميزات اللي عند النخل اول ميزة الجزور بتاعة النخل تمتد لأعماق كبيرة في الارض علل للوصول الى المياه الجوفية يبقى الامتداد الشديد في جزر النخل علشان يقدر يوصل للمياه الجوفية طب الجزور بتاعة النخل عندها ميزة تثبت النخل في الطربة لمقومة الريح الشديدة العاصفة طب كده اتكلمنا على الجذور تعالوا نتكلم على وراء النخل وراء النخل ماله اوراء النخل اوراء ريشية تشبه الريش مش بس كده مغطى بطبقة شمعية لتقليل عملية النتح ايه مستر النتح ده يعني يقل الفقد الماء خصوصا انه بيعيش في الصحراء اللي بتمتز بالحرارة العالية وبقلة الماء بعد اللي احنا درسنا في النشاط الاول والخفافيش نقدر نقول معنى تكيف التكيف يعني تعايش هو تغير يحدث مع مرور الزمن للبقاء والاستمرار في الحياة ادي اول درس وملخص اول درس مع مستر حامل البيومي وهبعتلك الشرايح والصور بخط اليد علشان تقدر تذكرها دي بدايتنا لو تحب تشجعنا شجعنا بلايك وشير وسبسكرايب لقناة روائع البيومي وانتظروا عليها بإذن الله تعالى منهج علوم الصف الرابع الجديد المطور كل عام تطيبين بخير تحياتي كل عام تطيبين بخير تحياتي مستر حامل البيومي ترجمة نانسي قنقر